اهلا بحضرتكم في الفقرة دي السيسي يلجأ لتحلية التحلية المياه بعد فشل سرد النهضة فهل ستكون حل معي للامانة الدكتور مهندس عمر الحداد باحث متخصص في معالجة المياه اهلا بحضرتك يا دكتور محمد يعني انا اعرف دكتور لوحدها ومهندس لوحدها لكن الكمبو دا انا معرفوش ازاي بقى اه دكتور مهندس دكتوراه في الهندسة معلش تاني عشان اهلا. دكتوراه في الهندسة. تب انت الهندسة اصلا بتاعك ايه تخصصك ايه? انا هندسة اصلا هندسة كيموية. هندسة كيموية? نعم. وخدت دكتوراه فيها. وخدت دكتوراه في الكيميا فبقيت دكتور مهندس. لكن انت مهندس في الكميا اصلا. انا مهندس في الكميا اصلا ايه. ما شاء الله. من هندسة اسكندرية. من هندسة اسكندرية? ايه. ما شاء الله ده بتاع انت ده نفس ده جمع تحمد زويل هو كان علوم اي بس هي جامعة اسكندرية اي اه كان علوم اي وكان جامعة اسكندرية اي بتطلع نوابغ جامعة اسكندرية الحمد لله طيب واتخص ايه علاقتك بالميا لما انت دكتور كيميا ومهندس كيميا وبتاع هو عملية معالجة الميا نفسها وتحلية الميا وتنقية الميا وازالة كل ما في الميا من شوائب ومواد ضر دي عملية كيموية اساسة فهي مرتبطة اساسا بالكميا اكتر من ربطها باي تخصص تاني اه وانا يعني ان شاء الله في النقاش النهاردة هندخل شوية في التفاصيل الكيموية دي ياريت طيب معلش يعني ما تكلمني الاول طيب ما اسيبك من الا انا ما عندي اخبار وعندي قصص وصد النهضة والجودة انا بس عايز اتكلم عليا لو انا هشرب يعني الميا اللي هتعالج دي صالحة للشرب اه ده على حسب نوع الميا السيسي طلع من كام سنة كده في فيديو مشهور اه تكلم عن ان احنا هنعمل معالجة ثلاثية للميا والميا دي صالحة للشرب وصالحة النهية اه لاستخدام الادامي اه للرأي كلام دي علميا كله غلط وكله كذب يعني لان اه الميا المعالجة بصورة معالجة ثلاثية دي بيكون فيها كمية من البكتيريا ومن المواد الضرة اللي لو واحد استمر يشربها فترة يعني عدة شهور مثلاً ممكن تسبب له امراض خطيرة طيب ما تصلنا على النبي وتبدأ معايا واحد ده واحدة يا دكتور الميا العادية دي انا كنت بشوف في بلدنا بيحطوا فيها شابة وبتاقوا تحطوا في حوض كبير كده ايه هي الميا العادية دي خطر الميا اللي من الترعة دي ولا من النيل دي خطر اه الميا اللي من النيل لو اتعملت لها عملية تنقية وبقت اه يعني المواد الضرة اللي فيها ازيلت ما تبقاش خطر طيب وبتتعرض لعملية التحليل يعني عملية كيميائية تنقية ايه اللي هي مية النيل عشان تبقى كويسة ايه جميل جد ايه طيب خلاص عرفنا المياه الطبيعية بقى المياه بقى اللي انا عمل لها سلسية دي بقى دي مياه جاية من اين طيب احنا يعني انا عايز ادخل بس قبل ما ندخل في التحليط مياه الصرف اللي تكلم فيها السيسي انا عايز ادخل في النقطة الاخطر اللي هي اه معالجة مية البحر لان دي دلوقتي السيسي دخل فيها جامد واتكلم فيها قريب فخلينا في الكرسى الحالية وبعدا نخصنا على كرسى القديمة البحر اللاحمر او المتوصل اي اي اا تحليط مية البحر دي اا بتستخدم في الدول اللي ما فيهاش ما يكفي من المياه اا فيه الكائن الصغيوني زي السعودية زي السعودية بالزبط سعودية اكبر اكبر بلد بتحلي مية بحر في السنة بتحلي كل سنة مليار ومتين مليون اا متر مكعب من مية البحر دول بيستخدموا في السعودية كل سنة للرأي والاستخدامات التانية عشان بلد تدخل في مسألة تحليط مياه البحر لازم تكون وصلت لمرحلة ما يسمى بالفقر المائي يعني ايه فقر مائي فقر مائي يعني كل انسان له حد ادنى من المياه كل سنة لو كمية المية اللي جاي لبني ادم ده قلت عن رقم معين دخلنا كده في مرحلة الفقر المائي اي الرقم ده قد ايه الرقم ده الف متر مكعب في السنة للبني ادم للبني ادم سوري معانيش برضو تدخل يعني اكل وشرب واستحمام وكله يعني انا هدخل في التفاصيل الف متر مكعب دي كمية كبيرة الف متر مكعب دي عشان حضركت اتخيلها دي بالضبط مساحة حمام سباحة عشرين متر في خمسة وعشرين متر في اتنين متر ده مساحة كبيرة جدا ده حجم كبير صحيح طب ازاي واحد حيستخدم الحجم ده اولا نحن نتكلم عن سنة يعني فترة مش قصيرة تمام سنيا الماية دي بتستخدم اساسا في الزراعة مية ايه اهم استخدام المحلم للبحر قصدق لا لا انا بتكلم عن كمية الماية لا هي الالف متر مكعب للفرد دي اساسا استخدمها الاساسي في الزراعة دي مفروض ما لا يقل عن خمسة وستين في المية منها يروح للزراعة اللي بتطلع اكل البناء ادم ده بيأكله مم فعندنا كمية خمسة وستين في المية من المية دي بتروح للزراعة في حوالي من عشرين لخمسة وعشرين في المية بتروح لا استخدامات تانية زي الصناعة وتوليد الكهرباء والكل ده بيستخدم مية طبعا والالفة من حد السباحة آآ كل ده من حد السباح فالآخر بيتفضل للواحد للفرد حوالي تقريبا 80 آآ كيلو من المية 8 كيلو آآ مع تارى 80 طن من المية دول بيستخدموه على مدار السنة ايه 80 طن على مدار السنة ماش باللتر المية الطن في 1000 اللتر آآ ماتها بس واحدة واحدة علي عشان بس هيه بقى المعايير واضح ايه يعني 1000 اللتر آآ يعني أقول لي يتبقى له ألف يتبقى له حوالي 80 ألف لتر 80 ألف لتر دول بيستخدمهم في الشرب الإنسان بيستخدم في اليوم تقريبا حوالي 2 لتر مية للشرب والاستحمام والأنشطة التانية والأنشطة الأخرى اللي بيقوم بها في حياته دول بيستهلكوا على مدار سنة فالاستهلاك الأساسي للمية حوالي 65% من المية اللي بتيجي للفرد مفروض تروح للزراعة ده الأساس وده الاستهلاك الأكبر بالمعايير الدولية مشكلة مصر ايه بقى سنة 1989 احنا نتكلم من 30 سنة فاته مصر وصلت لمرحلة الفقر المائي بس احنا ما حسناش بحاجة احنا كنا كويسين احنا ما حسناش ما انا جاي لحضراتك في ليه مصر وصل لمرحلة الفقر المائي سنة 1989 الفقر المائي عند الرقم ده اللي هو الف مش مفروض ان انت تحس به ده بيكون مرحلة الدولة مفروض تبدأ ساعتها ان هي توفر ما يكفي من الماء عشان تعويض الفقر ده بحيس يوصل الفرد لالف متر مكعب احنا كنا عددنا مشكلة في مصر ان هي الدولة للأسف في عهد مبارك ما كانش تهم بالزراعة وبما ان اهتمامنا بالزراعة قل كمية الماء الموجهة للزراعة قلت وبالتالي الشخص العادي مش حاس ان كمية الماء اللي جايله قلت لان فرق الزراعة ده بيستورد من الخارج في صورة قمح او في صورة اه درة او اي منتجات احنا مش بننتج منها ما يكفي من لسا وردها من الخارج انا اعتشت ده طبيعي عند الماء فكمية الماء بتستهلك في مصر قلت لان احنا انتاجنا الزراعي اساسا قل ودي احدى اخطر سوقات عهد مبارك للأسف حتى من بعد الثورة ما كانش فيه كلام كتير عنها تمام اوكي ايه فده حالس يعني ما خلاش الناس تحس قوي بان احنا دخلنا مرحلة فقر مائي الحكومة بدأت تنتبه للمشكلة دي سنة 2001 بدأوا يتكلموا فعلا ان مصر بتواجه مرحلة فقر مائي ده الكلام ده ده بعد حوالي اتناشر سنة من دخولنا الفعلي للمرحلة دي سنة 2006 احمد نصيف كان رئيس الوزراء راح اسيوبيا اه لبعض الاجتماعات لحوض النيل وطلب ان حصة مصر من الماء تفضل زي ما هي الخمسة وخمسين مليار اللي احنا بنتكلم عنهم من زمان اه 2006 الدول الافريقية قالت له لا مصر وسودان كانوا على جانب بيت الدول الحوض النيل على جانب تاني قالوا احنا ما نقدرش نديكم ما يكفر من المياه لان احنا نفسنا محتاجين مية عشان التنمية عندنا وعشان الزراعة وعشان كده فده عمل مشكلة بصطبعا مبارك لانه كان يعني الى حد ما في افريقيا له صورة الزعيم القوي خافوا ان هم يبدأوا في مشروع زي مشروع سيد النات بعد اه ثورة اه يناير واليعني الاختلال اللي حصل في الحكومة المصرية وقتها اه اسيوبيا بدأت تبني في اه سد النهضة ده توافق طبعا مع الجهد الكبير اللي كان بتعمله الاعلام المصري لمهاجمة اي جهد لايقاف بناء هذا السد زي المؤتمر بتاع الدكتور محمد مرسي ربنا نرحمه لأزيع طيب خلينا بس نتجاوز المحادي ونخش على دلوقتي انا دلوقتي كمواطن لما هيحل مية البحر انت قلت هتبدأ بمية البحر اهه المشكلة انه يحل مية البحر هو تحليت متر مكعب من مية البحر احنا منتكلم في مصر محتاجة 55 مليار ده اللي هو ايه اللي احنا محتاجينه من النيل اه ده اللي هو مرحلة الفقر المائي عشان يحلي واحد متر مكعب بيتكلف حوالي ستة من عشرة دولار اضرب في عشرين لا ما اضربش حاجة دلوقتي انا هابدأ مع حضرتك اسجل بس يعني عشان يحلي واحد لتر واحد متر مكعب واحد متر مكعب الف لتر واحد المتر الف لتر المتر المتر المكعب الف لتر حاجة لغبط والله طيب واحد متر مكعب عشان يحليها محتاج كم? اه ستة من عشرة دولار يعني ستة من عشر دولار يعني? يعني ستين سنت. اه ستين سنت تمام اوكي. تمام جدا ماشي. طيب. فاحنا محتاجين بقى قد ايه? احنا مفروض بالاضافة للخمسة وخمسين اللي بيجولنا عشان يبقى عندنا زراعة وصناعة ما يكفي للانشاط دي كلها. محتاجين عليهم كمان محوالي خمسة وثلاثين. يعني محتاج يحلي خمسة وثلاثين مليار. محتاج يحلي خمسة وثلاثين مكعب بستين سنت. بستين سنت. ايه. يعني ده انت بتتكلم في فلوس كتير جدا. مليارات. طيب كويس جدا. تمام. بس بقى عندي اصول سابتة. بمعنى لحظة ان انا هبني محطة. المحطة دي اصول سابتة. هتفضل قاعدة مش هتمشي مش هتروح حتة. يعني انا هتعب وانا بأسس بس. بس بعد كده ارتاح. ولا ايه? هو تكلفة تحليلية المية بتنقسم على يعني في نوعين في تحليلية المية. فيه عمليات زي اللي بتتم في السعودية ان هم بيحرقوا البترول بيبخاروا المية وبعد كده يكسفوها ويشربوها. دي موجودة في السعودية. بيعمل بيحرقوا نار. بيحرقوا البترول اه بيحرقوا مية يعني. اه. وانت تكسفوها اه. او يشربوها. دي الموجودة موجودة في بلاد كتير بس يعني اشهرها السعودية. السعودية بتنتج سعودية بجلالة ادراها بامكانياتها الاقتصادية كبيرة. عين زمن. بتنتج. اه قبل حرب اليمن. بتنتج مليار ومتين مليون متر مكعب في السنة. دي ليه اقصى دولة في العالم يعني. مليار بس. بس. السعودية كلها بتنتج مليار بس. مليار ومتين مليون. ده يدل حضرتك ان الكلام اللي بيتكلم فيه المسؤولين في مصر ان احنا هننتج كميات كبيرة ومليارات وكلام ده. احنا ما عندناش لأمكانية السعودية ولا بترول السعودية. اه. ولا قدرات السعودية. تسد النقدة سيكلف مصر امتين وخمسين مليار دولار سنويا. ده عشان تحلية يعني. اه ده الاستفتاح بس ده غير مصاب تانية كتير. يعني السعودية بقوتها الاقتصادية ببترولها بكل حاجة في الدنيا بتنتج مليار. مليار ومتين مليون. تحلية. اه. كفا امني حضرتك? فاحنا مفروض دلوقتي عشان نعوض الفرق. عشان نوصل نتخطي مرحلة الفقر المائي. تبقى عندك تحالي خمسة وتلاتين مليار. ده طبعا مستحيل. مستحيل. ده مستحيل. وفق امكانيات مصر. طيب. وحتى وفق امكانيات اي دولة. ده مستحيل. طيب سيبك من مستحيل. يعني ايه? انا عايز اجي عند مية الصرف يعني. ام. انت قلت السي سي قال مية سلاسية ومش عارف ايه وتتشرب والزراعة. بتقولي لأ انا مش حييه. ام. ايه اللي مش حييه? هو اه مشكلة اه تحلية المية عموما ان كان مية بحر او مية صرف. ان المية الناتجة عنها مش في كل احوال بتكون صالحة للشرب. لو نيجي لسؤال بتاع حضراتك بتاع المعالجة الثلاثية. معالجة الثلاثية يعني ايه? هو بيعمل معالجة المية الصرف على ثلاث خطوات. عشان كده سمية ثلاثية. اه بيعمل الاول فلترة. بعد كده بيعمل لها معالجة بالبكتيريا. بيستخدم انواع معينة من البكتيريا. بتتخلص من المواد الضر اللي في المية. بعد كده بيدفلها بعض المواد الكيموية اللي بتتخلص من البكتيريا دي. المية المنتجة من العملية دي. مم. صالحة ان انت اه تتخلص منها في نهر او في بحر. يعني المية يعني انت بتعمل كل العملية دي. عشان تتخلص من المية ترم المية دي في النهر. المية دي فيها كمية من البكتيريا. لما ترميها في النهر. نسبة البكتيريا هتقل انها هتتخفف بمية النهر. اللي مفروض انها. لا انا فهمت حاجة يا بشوانس. يعني قصدي ولا دكتور يعني أنا فهمت حاجة أنه هو هيعمل معالجة زي ما هو قال كده صرفنا سبعين مليار جنيه لبناء محطات وعملاش صرفها فين إنما يعني هو هيعمل معالجة وهتبقى فيه أنابيب تودي على العربيات على طول العربات تبيع في الأسواق مش فكرة بقى ناهرة بقى والقصة القديمة دي الكلام ده طبعا علميا خطير جدا لأن المية المنتجة من المعالجة الثلاثية غير صالحة للشرب والمية دي لو حد استمر يشربها ست شهور حتعملوا أمرات في الكلة لا ده بجد يعني ما فيش ظرف حاجة زي كده معلش يا بشوانس خليني أرجعك أنا زمان وأنا في مصر جاء ناس من بتوع معالجة المية اللي هي من الحنفية جابولي بقى شامع كده عارف انت التجربة العجيبة دي ويجيب لك كبات مية من الحنفية وحط فالبتاع تطلع طين ده زكاة معالجة من الحنفية جاية من النيل وقت 18 سنين المية دي بقى اللي طالعها بالمعالجة السلسية هل هتبقى فيها السواد اللي كان بيحصل في مية الحنفية العادية بيح ده بقى أكتر كمان أكتر من ده أه أكتر أكتر بكتير لأن انت بالإضافة لكل المشاكل اللي موجودة في مية النيل بتضيف عليها بكتيريا وبلاء وزرقة جاية من الصرف فحيبقى أسوأ لا أنا مش قادر تخيل يعني إيه معلش يعني برضو خدنا على دعلي إزاي مية الصرف هتبقى مية أشربها نسيك من حالة نفسية إنما يعني كلمني إزاي مية يعني بيعملوا من الفسيخ شرباط إزاي هو في لحد دلوقتي حسب علمي يعني إن في دولتين بيستخدموا مية الصرف بيحولوها المية الشرب دول اللي هم سنغفورة ونميبيا في أفريقيا البلدين دول إن عندهم عجز في المية فبيحولوا مية الصرف لمية شرب هو بعد المعالجة السلسية وده بقى السيسي ما أذكرهوش إن انت في بلد زي سنغفورة بعد المعالجة السلسية بيعمل خطوة ربعة بقى اللي هي إزالة كاملة للبكتيريا مش كاملة بس يعني إزالة كبيرة للبكتيريا فبتبقى نسبة البكتيريا اللي فضلة في المية دي وليلة جدا بما لا يؤثر على صحة الشخص اللي اللي بيشرب ربع طب ده بالنسبة أو حتى هو رصد بتقول خبراء اللي رصد معالجة مية الصرف الصحي بغرض الشرب بكارسة بصرف النظر عن الشرب يعني المية لها أغراض تانية يعني ناس مثلا بتطبخ بالمية هل في أي حاجة صحية في القصة دي هو طبعا المخلفات الموجودة في المية ممكن تكون مخلفات عضوية جاية من نباتات مثلا أو صرف أو حاجة زي كده دي مع الغليان مفروض إن هي يعني ضرارها يقل بس في مخلفات نوع تاني من المخلفات بالهول مخلفات اللي جاية من مواد آآ زي الأملاح مثلا تركز الأملاح في المية ده مضر بالصح ودي لا يمكن التخلص منها عن طريق الغليان طيب وبالنسبة للاستحمام بالمية دي يعني احنا قلنا شرب هتعمل بعض مشكلة أكل في أملاح طيب وبالنسبة للجلد البشري بقى الواحد بيستحمل مش مفروض نيكون فيها مشكلة يعني في الاستحمام تمام يعني في الاستخدامات غير استخدام الشرب يعني لو خرجت من نطاق الشرب والري برا كده مفروض المشكلة طيب خليك معي معلش أنا مش خبير في القصة دي بس أنا نزلت بلد اسمها بعد الغرداء قبل شلاتين وحلايب نزلت اسمها المنطقة دي يعني من مرس عالم لحد شلاتين وحلايب نزلت القرى اللي فيها كلها وبالاجماع اكتشفنا انه تي مشكلة عند الناس دول اللي عايشين في المنطقة دي عندهم نوعين من امراض الكلة والعيون وبعدين بالدراسة عرفنا انه بيجي لهم المية عن طريق الجيش في هناجر كبيرة كده أو حاجات كبيرة مع التلوث وبتاع بتوجع عينيهم وبتعمل لهم امراض في الكلة اذا المية ممكن تعمل مشكلة في الكلة وفي العين طبعا طيب في الكلة انه شربها في العين بقى نتيجة انه استحمى او غسل وشه بيها اه انا مش طبيب فيعني انا بكلمك على تجربة انا عشتها في البقاء الاحمر انا فاهم انا توقع الشخصي ان ده ممكن يكون لزيادة الاملاح زيادة الاملاح في المية ممكن تأثر على العين يعني يعني ما هو انا بقول برضو اذا الاستحمام ممكن يسبب مشكلة اه انا قصد يدل املاح في مية الشرب انا بكلم عن الماء المعالجة ايو مهل الماء المعالجة دي مهل الماء المعالجة اللي بتروح من الجيش دي فيها نسبة املاح عالية اه اه قصدك مش معاقة فاهمت في ده ايه شوف الراجل ده بيقول ايه كده نشوف الراجل ده بس انا مش عارف الانوان بتاعوا فين الراجل ده اسمه برضو ده بالمناسبة عادل حداد يعني مياه الصرف الصحي المعالجة في الكويت للزراعة الانتاجية ده مدير برنامج تقنيات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصحي في مركز ابحاثة بس براحة عشان الجامعة عارف نقرأ هو بس هيجيب لنا الحتة دي اه في مركز احاس الكويت للحاس الدكتور عادي الحداد بيقول ان تكلف الف جلون للمياه معالجة من الصرف هي ميت فلس وميتين فلسل الالف جلون في المعالجة الربعية الصالحة للشرب الزراعي وبين الحداد في الصحي للرأي ان المياه المستعملة كانون زيهم الزفات العطويلة انها مجرد عيب يجب التخلص منه ولكن مع تزايد ندرة المياه اه في حسن كزا يعني ده رأيي تقريبا يعني معرفش مخالف او متفل مع حضرتك لو المعالجة الربعية ممكن استخدامها في الشرب وفي زراعة يعني المعالجة الربعية اه لابتاخد خطوة زيادة بعد المعالجة الثلسية وتابع ان مرحلة المعالجة الثلسية المحالة النهائية والهدف منها تعقيم المياه ويزايد اي اجزاء صلبة او عالقة ما يزيد من نقاء المياه المعالجة يكون ذلك عن طريق حقن المياه المتدفقة من احوال الترسيب بمحلول مادة الكلورين لقتل بكترية المسببة لامراض ومنى تكسرها قبل خروجها من المحطة لاستخدامها في شهر رأي طيب يعني تنفع في الزراعة ربعية مش ثلسية في خطوة زيادة بيعملها هنا بيقاتل البكترية لا انا اعتقد ان يمكن كلمة ثلسية هنا مش صحيح لانه هو قبل فوق الربعية الربعية هي الاصفة الربعية تنفع لشرب المعالجة ثلسيا من البحر او من الصرف لا تصلح الزراعة الربعية تصلح ولا تصلح للمياه الشرب الربعية تصلح للشرب والزراعة يعني كأنها السلسية السلسية لا تصلح ما هو اللي السيسي بيعمله دلوقتي انه بيبني محطات معالجة سلسية ودي لا تصلح لا للشرب ولا للزراعة طيب والا بيعملها ليه اللقطة عشان يبقى فيه مياه عشان يبقى عندكم مياه ما هو مشكلة المياه دي انها هتسبق اضرار كتير بعد يعني هي هتحل المشكلة على المادة القصير انها اتنا عندك مياه بعد كده مفيش مياه فهتشرب المياه دي هتتركز الاملاح وتتركز المواد الضرة في النظام المعالجة نفسه هتبقى خطيرة جدا على ساحة الناس طيب معلش بردو والله انا بكلمك يمكن بخيال يعني هل الدرر ده يتوقف بس على امراض الجهاز الهضمي والعيون فقط ما هو انه ممكن يتنقل للجين القراسي يعني ممكن يبقى اطفال احنا عندنا مشكلة انت عارف في شكل اوسط انه الناس بتولد متقزمة الى حد ما وهناك عيوب في العدم وكده انا بكلم على حاجات علمية يعني هل ممكن تبقى المياه او اللعب ده في المياه ممكن يبقى له اضرار جينية فيما بعد الاجيال اضرار جينية يعني يعني دي نقطة انا ما عارفش بسراحة ما قدرش ان انا اتكلم فيها بس هو في نقطة اخطر من كده ويمكن يعني اجيال انا مش بكلم في اجيال احنا في الجيل الحالي ان المنتجات الزرعية المصرية على مدى كذا السنة اللي فاتوا ما بقيتش بتقبل في بلاد كتير اه صحيح وده بسبب ان احنا بنروي المياه بنروي الزرع بمياه معالجة ثلاثية من كذا سنة كده حصل رفض لشحنة لشحنات بطاطس لكتين لأه ليه ما بسبب ان المياه اللي احنا نستخدمها في الزراعة مياه معالجة ثلاثية نسبة البكتيريا في الفواكه او منتجات الخضروات دي بتكون عالية جدا نسبة المواد الضرع فيها بتكون عالية بتكون غير متابقة للمواصفات بتاعت الدول اللي احنا بنورد لها وبالتالي الشحنات دي بتترفض وده بيمثل خسارة اقتصادية كبيرة بالنسبة للدولة وبالنسبة للفلاحين اللي بينتجوا المنتجات دي يعني انت عايز تقولي يا باشوانس ان الفلوس اللي هيصرفها السيسي على محطات المعالجة اولا هزي المحطات لن تكفي لسد الحاجة المائية وسانيا انت عايز تقولي انها مكلفة جدا وهاشتازمة هي مكلفة جدا وهي لو اضيف عليها خطوات كمان اغلى هيبقى لها لازمة يعني لو اتعاملت المعالجة دي بصورة سليمة هيبقى لها لازمة بس هي المشكلة الاساسية ان التخليفة هنا هتكون عالية جدا وان المنتج النهائي مش هيكون كافي طب معلش انا شفت لقطة في احد التقارير الاغبارية ودي تخليني اسألك اه وانا بسأل بشكل علمي يعني هل للمياه المعالجة السلاسية هل لها رائحة منفرة اه لو علجت بصورة سليمة مش مفروض يكون لها رائحة انا شفت لقطة المصطفى مدبولي بيزور واحدة من محطات تحليت المياه فدولوا كباية مياه شماعة كده ومعجبتوش طبعا ما عارفش اللي حصل يعني اه اعتقد ممكن دي تكون عينة من المياه اللي المية الصرف اللي جاية لهم انه هما بايه لا ده هو حود مياه تم معالجته دي تم معالجتها ايوا هو ده تقرير اغباري احنا عزعناه قبل كده اربعين مرة اه لا ده كده يبقى فيه يبقى اكيد يعني هو واحد من المهانسين هو حود كده هما بيتفرجوا على المياه بعد ما تعالجت فدلوا كباية مياه فهو قربها منها وشم كده منها ورجعها له تاني او كان مدعي جدا لا كده يبقى فيه مشكلة هل بتبقى لها ريحة المعالجة دي محطة يعني انا شغلت في معالجة المياه قبل كده محطات المعالجة اللي بتطلع الشغالة بصورة كويسة مش مفروض المياه الخارجة منها يكون لها ريحة السلسية اه سلسية اه هي لها ضرر بس مش مفروض يوصل للدرجة الانية لكون لها ريحة اه يعني مش هيبقى لها ريحة لكن هيبقى الضرر بتاعها اه على المادة الطوية على ست شهور مثلا وده بدأ ده علمي اللي انت بتقوله ده علمي طبعا علمي طبعا ان الانسان اللي هيشرب من مياه المعالجة سلسيا سواء كان جاي من المية البحر او الصرف بعد ست شهور هيعاني من هيعاني من مشاكل في الكلام اه تب ما دي احنا بنعاني منها في المية العادية انا شخصيا كنت ضحية المية العادية لان احنا المية معالجة المية في مصر انا انا هقول لحضرك على حاجة يعني ايه توضح مأساة معالجة المية في مصر يعني المية العادية المية العادية اه اللي هي جاية من نيل محطات معالجة المية في مصر وانشئة امتى?, من ايم الانجليز while English off, اه مواسير المية في مصر وانشئة امتى? برضه يام الانجليز. حتوط المية اللي تحت القاهرة تقريبا كلها او اغلبها وانشئ من ايم الانجليز. ايضا احنا في مواسير مية في مصر مواسير مية شرب في مصر دي المفروض ان الصلاحياتها متزدش عن عشر سنين. في مواسير مية شرب في مصر موجودة من ايام الحرب العالمية الاولى. مم. ودي لسه شغالة لحد دلوقتي دي بتعمل مشكلتين الاولى طبعا المياه اللي جاية من المواسير دي مليانة بكتيريا وبالوي زرق التانية وهي برضو مشكلة خطيرة جدا ان حوالي وفق تصريح رسمي من ادارة هيئة مياه القاهرة تصريح رسمي طبعا الحكومة مش من كلامنا احنا ان حوالي تلت المياه المعالجة اللي بتمر في المواسير دي بتفقد في تسريبات في تسرب كبير في المواسير دي لانها قديمة جدا ومليانة كسور وشروخ بتسرب مياه للارض طيب معلش يعني بس خليك معايا لما بالناس بتيجي تعمل فيلا لو انت روحت الريف الاوروبي او حتا دي بتلاقيهم بيعملوا نفسهم خزان مياه وفي الامارات كده على فكرة برضو الخزان ده مفروض ان كل تلت شهور بيجي حد يخسله لانه بيبقى فيه فران وكوارس سودا هل الحلل المياه اللي في المحافظات وفي المناطق والاحياء دي والمواسير محتاجة للرعاية دي لغسيل طبعا المياه في حد ذاتها وصد كافي لنموه البكترية المياه ايه فنم؟ في حد ذاتها وصد كافي لنموه البكترية المياه يعني انت واجبت المياه لوحدة من غير ما تحط فيها حاجة البكترية حتظهر فيها في المياه في المياه يعني اي مياه بتشربها من الحنفية او من اي مصدر فيها بكترية فطبعا لو قعدت مخز المايا دي لكذا شهر لتلات شهور خزان مايا بقى له تلات شهور ما تنظفش هتلمو في البكتيريا بصورة تؤثر على صحة الشخص اللي بيتناول دي المايا العادية بقى اللي بتاعت يعني ربنا بقى ده من غير صرف بقى ومن غير معالجة ومن غير ملح ومن غير اي حاجة من ده ما ده بيحصل فعلا يعني انا بشوف كان عندنا ينزلوا الخزان ده وتطلع تتفرج عليه فقوها العمارة في كوارث سودا متعافش جات منين معينه مغلق وجيد انما كوارث وبالتالي المايا بقى في مادة سودا كده بتتكون تحت حضراتك اكيد شفتها يا اميالي بني على سودا ده المادي دي بيجي منين دي بتبقى بعض التحالب اللي بتتكون مع تعارض المايا للأكسجين من الهوى لفترة طويلة التحالب دي بتتأكسد بتتفاعل مع الأكسجين في المايا وبتموت وتتعفن في المايا في المايا اللي احنا مشربها بتموت وتتعفن في المايا عشان جدا لنها بيبقى يسود ما لو التحالب سليمة بيبقى خضرة اه صحيح فبتموت وتتعفن جو claim طيب اذا دي الماية النيل ما فالك بقى بمية الصرف الصحي او بمية البحر اذا مهما كانت المعالجة سلسية فهذه المياه لا تستح للشرب ولا للزراعة لا تستح للشرب ولا للزراعة ده غير Bernardي مش كافية اصلا ده نقطة انها مش كافية ده نقطة تانية يعني هو فيه بالنسبة لنقطة تحليت مية البحر فيه نقطة خطيرة هنا لأن فيه أماكن في مصر بتستخدم المية المحلاء حضراك لو رحت سعودية أو الإمارات أو أي دولة من دول يقولك ما تشربش أمدا مية الحنفية لأن مية الحنفية فيها نسبة من الأملاح كافية أنها تأذي اللي بيشربها مش من مرة بس لو قاعد يشربها على سنة مثلا أو أكتر ممكن تأذيه لأن فيها أملاح كتير أو التكنولوجيا دي اللي هي بتعمل مية يعني بتشيل منها النسبة كبيرة من الأملاح صحيحة بس مية في المية هي دي التكنولوجيا اللي على الفتاح السيسي عايز ينقلها عندنا تخيل حضرتك أن المية دي هي للناس والناس في مصر كتير من الناس ما عندهاش ما أكفي من الفلوس أنها تشتري مية معدنية هيشرب مية من الحنفية كلها أملاح اللي هيحصل له طيب لحظة طيب لحظة إفردي هو عالج السيسي معالجة سلسية وأنا بقى طلعت شركة أمولوت في الصينية بتعمل تنقيل المية وبتبيع جهاز كده حندوق صغيرة كده بسبع تمن شمعات يخلي لك مية الصرف الصحي دي مية بلحمهات هل بقى الأجهزة دي اللي ممكن تكون لمعالجة المياه أو التحليط المياه اللي بدي عندنا في البيوت هل دي ممكن تبقى كافية معالجة ربعية تمثل معالجة ربعية أجهزة معالجة المياه اللي في البيوت لا تمثل معالجة ربعية كافية فيه نوع واحد بس اللي هو بيستخدم نوع معين من الألياف اللي بتزيل الأملاح من المياه بس النوع ده غالي ويعني مش متوفرة عند أغلب الناس الفلاتر الموجودة في أغلب البيوت طبعا هي تفرق من جهاز لجهاز ومن شركة لشركة بس الموجود في أغلب البيوت لا يكفي لزيلة الأملاح والمواد الضرة من المياه يعني إذا المصين حد طلع لهم معالجة ثلاثية بس انتوا اشتروا في البيوت جهاز يصلح أو يعني ينق المياه هيبقى حلولكم المشكلة ده هيبقى هاكس هيبقى كذب طبعا يعني يعني تفرق بس بنسبة كبيرة لاحتمال ان هو يكون آآ مش كافي أنا بولش ان هو كذب بس أقول له ان هو ممكن يكون غالبا هيكون مش كافي لتنقية المياه بصورة سريعة لكن انا هو هيحل الميا هيعمل محطة الميا هتيجي بقى في المواسير بتاعت اللي هي هي صحيح كده وهتنزل من الحنفية السؤالي بقى لحضرتك هتنزل بنفس الضخ بنفس قوة الضخ واللي هاعد تحت الدوش عبال ما الشامبو ينزل مع شعرك تاخد ثلاث ساعات في الحمام وانت عملت تقول له ارجوك نزل شوط ميا لا بكلم جاد ساعات ضغط المياه بعملك مشكلة هو احنا عندنا مشكلة اساسا من ساعة مأسيوبة قررت ان هي تخفض كمية المياه اللي جاية لمصر لخمسة وثلاثين مليار بدل الخمسة وخمسين ايه فدي مشكلة موجودة كمية المياه اللي هو هينتجها معلش يعني هتبقى ديه اكيد مش هتوصل تعود العشرين فرق عشان نوصل لخمسة وخمسين تقول انت المليار بس السعودية بتعمله عاملة فيلم عليه ايه فيعني في مشاكل بدأت تظهر في مصر اساسا على مدى الكاز السنة اللي فاته من ساعة ما اسيوبة بدأت ابن السد وفي مناطق كتير في اسكندرية انا اساسا من اسكندرية في مناطق في اسكندرية اه بدأت تظهر فيها مياه بالوان غريبة في بعض الاحيان اه مشكلة الدوش دي انه ما فيش ضغط كافي للمياه انه هو يوصل المشاكل دي بدأت تظهر اساسا فطبعا لما اسيوبة ده كل ده اسيوبة يعني ايه لسه بتقول ايه هادي في موضوع ملء الخزان لما هتبدأ تمنى الخزان فعليا في 2020 و2021 و2022 الوضع هيبقى صعب طيب يعني عندنا بقى مشاكل كتير عندنا انه من ضمن المشاكل انه المياه السلسية لا تكفيه او غير صالحة للشرب لك الاستحمام ممكن الاستحمام ممكن اه اه ما انا عندي بقى مشكلة في الاستحمام دي انا في بلاد في مصر لما كنت اخد دوش في البلد دي افضل طول نهار عرب بودة العفريت دهيس نحد عالتالك في جسم بودة عفريت ايه فكنت دايما اقول المياه مسلا عندهم مشكلة دي تخد دوش في المياه تفضل تهرج في نفسك ده الشكلة كيبه محرج قدام الناس يعني فهل في بقى اثر على الجلد دكات ميت النيل وقتها يعني هل فيه اثر على الجلد من الميا دي ممكن يعمل مشاكل في الجلد هو اعتقد ده بيكون بسبب ممكن زيادة نسبة الشابة في الميا اللي بتخلي الميا يعني يعني بتهاجم الجلد ممكن زيادة نسبة الشابة في الميا بسبب يعني زيادة كمية المواد الضر اللي فيها بيستخدموا كمية شابة اكتر ممكن يكون ده السبب لكن مع مية الصرف الصحي المعالج والبيت البحر دي مش حصل حاجات من دي مش مفروض مشكلة في دخل المية cause lla? مشكلة في دخل المية ده اكيد لأن كمية المية المعالجة هيقلب كتير من كمية المية الم Goddess يعني الناس ممكن ترجع للبستلة تاني والحاجات دي يعني انا تمنى الوضع ما يوصلش لكده هو يعني في حلول يعني هو مشكلة يعني الحلول بقى خ Still مشكل زي كده في حلول يعني يعني انا فيه مثلا فيه اجهزة اا بتستخدم لتحليت المية عن طريق الطاقة الشمسية جزء كبير من تكلفة تحليط الماء عن طريق الأغشية اللي هي 60 سنت للمتر المكعب جزء كبير من التكلفة دي رايح في الكهرباء لأن الأجهزة دي بتستخدم كميات كهرباء كبيرة جدا ففي بلاد زي أستراليا مثلا أستراليا أغلبها صحرة فبيعملوا محطات معالجة ماء كبيرة وبيحطوا في المحطات دي طاقة شمسية اللي هي خلايا شمسية تاخد كهرباء من الشمس وتحولها تبقى الطاقة للأجهزة دي الخلايا دي طبعا تكلفتها كبيرة بس يعني زي ما حداك قلت في الأول بتتدفع مرة واحدة وبعد كده تكلفة الطاقة مش تبقى محسوبة من تكلفة تشغيل المحط دي وسيلة دي وسيلة مستخدمة في أستراليا في وسائل تانية برضو بتعتمل على الطاقة الشمسية بس بسرعة مختلفة أنه بيحاول الطاقة الشمسية لطاقة حرارية ببعض الأجهزة كده فبتسخن المية بالطاقة الحرارية دي المية تغلي بعد كده يكسفها ويشربها كمية نقية هوانيك الفيديو بتاع الدكتور مصطفى مدبولي أهو هو هنا كان راح لمحط التحلية دول مش مش كنبارس دول المسؤولين يعني نلعب كده الفيديو ده الفيديو أهو دي مية محلية طلعوها وقالوا شمها بس سيبك منه تاع سيبك منهم دلدلوا حبل وجو بتاع عنطارة بنشادات ده وإحنا بتكلم عن التكنولوجيا ودي المهانسين كلهم وراحوا دلدلوا الحبل ولقوا في الحبل جو بلدي قوي بس يعني الراجل شم كده قالوا لا مش حلوة هل دي بقى دي مشكلة هو طبعا لو ريحة المية هو أكيد لأنه اعترض طبعا يعني الريحة دي أكيد في مشكلة في المية أكيد المحط دي فيها نعمل مشكلة طب ما عرفش إيه المشكلة إني مكنتش معاهم كان واضح هو لغة صورة واضحة الراجل مسك لقى الشفافة كويسة المية وبقى نقرب شمها كده قالوا لا مش حلوة لو في ريحة قوية زي دي بقى في مشكلة بس هو حضرتك يعني بتكلم عن الحبل طب يعني رئيس الدولة لما عمل صندوق طاحية مصر ما أخذ شنط الفنوس على رأيك خيب إذن مصر بس الكوارث المائية بيبقى لها تدعيات بيئية بمعنى أنه أنه يعني حيوانات كتيرة هتنفق يعني هتموت نتيجة وارد الزراعية مفيش وبتالي فيه خطر على البيئة وبالنسبة للخطر على البيئة أنا حاج لحضرتك مثال واحد كيلو اللحمة بيحتاج قد ايه مية كيلو اللحم البقري بيحتاج قد ايه مية بيحتاج قد ايه في ايه يعني عشان تنتجه عشان تنتجه والبقرة دي بتشرب مية ايوان صحيح والبقرة دي بتاكل منتجات زراعية بيحتاج المية عشان تنمو ايه فبالحساب فيه آآ بحث هندسي يتعامل ان كيلو اللحم البقري بيحتاج خمساشر طن مية كيلو اللحمة اه بيحتاج خمساشر طن مية عشان تنتج المواد الزراعية الكافية عشان البقرة تاكلها لحد ما تتغزى وتكبر وتاكل حضرات اللحمة بالزبط كده فحضرنا بتكلم عن ان فيه عجز كبير حيبقى في المية على مدى السنوات الجاية ده معناه بالتأكيد ان الخمساشر طن اللي انت بحتاجه عشان كيلو اللحمة مش هابوا موجودين وبالتالي البقرة راح تموت بقرة راح تموت انا حدنا حضراتك مثالي يعني احنا لو قلنا ان متر مكعب المية بيتكلف ستين سنت فخمساشر متر مكعب للخمساشر طن حتتكلف حوالي خمساشر في ستة يعني بنتكلم في حوالي تسعة دولار تقريبا يعني كيلو اللحمة حيزيت تمنه تقريبا حوالي مية وستين جنيه ده اذا كان موجود اصلا ده اذا كان موجود اصلا ده غير السمك يعني انت عندك نيل ومفروق والتلعة الابراهيمية او التلعة التانية كل ما فيهم من اسماك خلاص يعني السر والسماكية عندك انت عندك شركة كانت ايمة شركة المصايد بتاعة ناصر دي ايمة اساسا على بحيرة ناصر وعلى السمك بتاع النيل كله انتوا في اسكندريا ما تعترفوش بيان عارف سوفي الصعيد والموس الجزء مهم جدا او اكلة مهمة جدا كل ده راح لا اول على مدى السنوات اللي فاتت من 2014 من ساعة ما بدأ بناء سد النهضة واحنا عندنا كميات كبيرة من السمك بتموت في النيل دي ملاحظة يعني ومعروفة والاعلامنا شرحة حتى ان في كميات كبيرة من السمك بتموت السمك ده بيموت ليه؟ كمية المية اللي جاي للنيل اقل ايه؟ والمصانع بترمي في النيل ما لا اعلمه الا الله اه؟ زمان لما كان بيه كمية مية كافية كانت المية دي بتخفف اللي المصانع بترميه فالسمك بيستحمل وبيعيش دلوقتي كمية المية قلت فالمواد السمك او المواد الضرة اللي بيترايحة للسمك بيت اكتر فالسمك الجسم مش بيستحمل إلا فبيموت على كل حال للأسف في الموقت خلص لك انا عندي سؤال لك اخير يعني ايه الطريقة اللي انا اعرف فيها في البيت ان المية اللي انا هطبخ بيها او اللي انا هشربها او اللي انا كويسة جيدة هي دي بتحتاج يعني مالاش تحتاج دي بقى انا كنت عايفناك هتقولي تحتاج للجاهزة وبتاع ايه ايه الطريقة يعني انا اعرف ليه يا صديق فضيع بيعرف صدق المية المعدنية الجيدة من الرديقة بالطعم يعني تدي له دوق كده يقولك دي اه مية معدنية لكن دي مية معدنية كويس وانت مخبي المركة عارف المركة اللي كان بيشربها هي كالاسماء ايه فانيوم ولا اسماء ايه افنون اه اه عارف ايه ايه الفرنسية دي الفرنسية هو بيشربها بس يعني وقتها كان بتمانع يور والحاجات دي ما دي اللي بيشربها السيسي برضي والله ما طبعا نشاهاش ليه مع العز اللي جال امه ده فكان نخبها له يقول دي كزا فهل في مية هل انا ممكن بالتدريب اعرف ان المية اللي جالي بيتنزل احنا فيه دي مية جيدة انا اعتقد دي بتبقى يعني موهب فردية اه طبعا ما فيش وسيلة لتعميم حاجة زي كده لكن فيه طريقة طيب بس هو انا كنت عايز الحواري بقى علمي بس يعني اجابة السؤال ده فيه نقطة سياسية علمي معينة الجابس وقال ده فيه نقطة سياسية اي مشكلة المية في مصر سببها شوء الادارة اللي مسببها اساس النظم عسكرية بتاعكم من زمان عايز المية في مصر تتحصل طب والله العظيم انا رئيس التحرير قال لي متحولش معاه الحوار لي على سياسي قال لي مش عايزيني بقى الحوار يبقى السياسي هو قال لي كده فانا قلت انت عندك تحفظات على الحوار السياسي فانا خلتها نتكلم على المية بس والمعالجة والحاجات دي وقلبة علمي قوي هو فعلا يعني اللي عوص حل قزمة المية في مصر وقزمة التعليم وقزمة الصحة ده مش اوفر مشكلة ادارة في الاول اي انت لما تقول لي حل المية في نص حل سياسي ده مش مبالغة منك لا والمية والتعليم دي دي اتقول لي مبرر لده لان اللي سبب الازمة اساسا سوق ادارة سياسية لمسألة المية هو الناس اللي مسكى الزراعة في مصر ايه معرفتها بالمية الناس اللي مسكى الانشط المتعلقة بالمية ايه معرفتها بالمية كلهم عسكر ما فيموش في الحاجات دي سوق ادارة حلوا ان تتغير النظام ده كله تجيب ناس ثانية بتفهم وتعرف وتقدر ان هي تاخد القرار السليم ساعتها بقى عندك ماي كويس على كل حال المهندس عمر الحداد ده الباحث المتخصص في معالجة المياه انا عندي سؤال انت المفروض اللي متخصصين زيكم في المجال ده يومين دول ايامهم لان ندرة المياه في العالم كله على فكرة يعني دول كتيرة عندها المشاكل دي صحيح فانت لزاك دلوقتي ما شاء الله بقى يعني زماني يمكن من عشرين سنة بحاجة كان يعرف ايه التخصص ده دلوقتي ورغم ان هيكل انا قريط له مقال من عشرين سنة قال ان الحروب القادمة في العالم ستكون حروب مياه هيكل المقال ده هو السبب ان انا تخصصت في موضوع المياه والله والله كتب مقال قال كده الحروب القادمة في العالم ستكون على نقطة المياه صحيح فانت دلوقتي ما شاء الله ده تخصص ده دلوقتي الناس كلها تستلقاتكو يعني مصر ربنا يسر بس ويعني ونقدر نحل المشكلة لان فعلا يعني راية الوضع في مصر بالارقام وبالاحصائيات يعني الوضع حيبقى كارثي يعني انا متوقع ان مثلا اللي في خلال تلات سنين لو ما حصلتش حل للمشكلة دي بصورة صحيحة حيبقى فيه موت كتير يا ابو انت معتقد علميا ان ممكن يبقى فيه حل في تلات سنين تلات سنين للمشكلة دي ممكن يبقى فيه حل لو فيه تفكير سليم ممكن يبقى فيه حل ولو ما فيش تفكير سليم وما فيش حل فنحن امام كارثة حيبقى زي الشدة المستنصرية كده اللي المجاعة يعني مجاعة بالزبط المهندس عمر حداد الباحث متخصص في معالجة المياه بشكر حضرتك جدا شرفتني وحمد الله وسلامتك بشكرك خلونا ناخد فاصل قصير ربنا يستر على مصر والله لا نتمنى لها جوالكل خير ولا اعتقد مهندس عمر حداد واي مصري يعني الراجل ده لو جات له فرصة يساعد هيساعد لكن زي ما هو قال وانا الحقيقة بأمن على كلامه ان المشكلة في مصر مشكلة سياسية ليست مشكلة التعليم ولا الصحة ولا اي حاجة في الدنيا مشكلة انه السياسة في مصر ماتت